اشتركوا في القناة وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متصلتا على إسرائيل هذا الرحيل في بيت لحم لاحظ ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل منذ أيام الأزل ألم يقل المسيح أنا هو الأول أنا هو الآخر أنا هو البداية والنهاية الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين ولي مفاتيح الهاوية والموت ألم يقل عن نفسه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء أعجز أن يولد بمعجزة من القديسة مريم العذراء سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله التكمل لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله لو أراد الله أن يتخذ جسدا هل يقدر؟ فهو على كل شيء قدير لكن هذا المخطط قبل تأسيس العالم لخلاص وفداء الإنسان اسمع ما يقول الرسول بطرس بيسند طبعا هذا السند مع بقية الرسل بقول لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح لاحظ اللي ولد في ملء الزمان ومات على الصليب بقول دم المسيح معروفا قبل تأسيس العالم وفي العبراني بقول قبل الأزمنة الأزالية فإذا هذا الخلاص معد إليك قبل ما أخطأ آدم وحواء قبل أي ذبائح في العهد القديم كلها كانت تشير هو ذا حامل الله الذي يرفع خطية العالم يسوع المسيح ابن الإنسان الكامل وابن الله اتحاد اللهوت والناسوت في شخص واحد في شخص رب يسوع لكي يكون له الكفاءة أن يكون فاديا ويخلص الإنسان من الخطية وفي نفس الوقت يستطيع أن يوفي العدالة الإلهية وأن يرضي ويشبع قلب الله هذا بخلينا نبتهج بخلينا نفرح بخلينا نصر أنه كلفت السماء أنه ييجي يسوع الكامل يتجسد ويموت على الصليب لكنه قام من بين الأموات وهو حي إلى أبد الأبدين وهو الديان الذي سيرجع يوما ما ليدين الأحياء والأموات عند ظهري هل تضع ثقتك في هذا المخلص والرب يسوع آمن به فتأمن الرب يبارك اشتركوا في القناة